بتخلي الستة ما تحسش بتطلق خالص أصلا يعني يعني دي نقطة مهمة جدا وباقت تسهل على الستات الولادة الطبيعي بس برضو ثقافة الإشعاعات في مصر إيه ست تيجي جدتها واللي حماتها تقول لها ده إيه ده نسام عن الإبرة اللي في الظهر ممكن تجيب شلل لأ دي ممكن تجيب لك واجع بعد كهف ظهرك تجيب لك واجع في رجليك آه عمليك شلل لو اتضربت غلط فانت لما أيوة فانت تيجي تقول للم معلومة فتلاقي قدامك الخرافة وخرافة بتبقى قوية واللي قدامها مثلا تلاقيها جدتها واللي حماتها بتقول لها ده نسمعت وتيجي تحكي لك ده نسمعنا عن واحد قريبتنا زمان أخدت الإبرة في ظهرها تقول لك يا دكتور ده نفر معك بصراحة دكاترة ما بيطولوش بلا مع ستات ما هو عايز يولد 15 واحدة في اليوم ما هو عايز يولد واحدة يوم ربع يقناع يعني معلاش سامحني هو من المفترض أن يكون فيه كمان معايير بتحكم لدكاترة وعقوبات يعني بتواقع على بعض دكاترة اللي بيستسلوا فكرة أنه يلا عايزين نولد النهاردة عدد كبير أكبر القدر ممكن من ستات مقدر الشلوم بس دكاترة ده غلناها أغلى يعني الموضوع لي علاقة بالست وجوزها وعائلتها ودكتور نفسه ساعات حركة الزوج نفسه هو اللي يطلب من المرات ويقوله لكاسرية ويقعد يخوف الست قدامي ويلاق افرد جالك الطلق وأنا في الشغل طبعا نعمل ايه؟ طب ما هو أحسن لنا أن احنا نيجي نولد كيسرية نحدد اليوم والبعالي نحدد اليوم وتختار الميلاد الولد كمان حتى بالمرات ويجي مثلا يقولك في يوم كذا عشان يطلع بورجي كذا يعني عاصل حركة دايما تكتشف أن في مصر الأيام المميزة تلاقي المستشفات كلها مقفولة يوم عشر عشر عشرين عشرين مثلا يوم مميز جدا تلاقي كل المستشفات اتقفلت وكل الدور كيسريات ما هي الست عشان تحدد اليوم لازم هتبقى أولادة كيسرية ففي بعض الأحوال الست بتبقى عاوزة تولد كيسرية عشان تحدد اليوم تقولك أنا الوقت عاوزة يطلع بورجي كذا لأنه لو دخلنا اليوم اللي بعدية هتطلع بورجي كذا فأنا مش عاوزة يطلع البورجي كذا عملت كده؟ لا أصباح أقولك في الجنب أنا صراحة 17 سبعة ويوم حدش بأول أسبوع شيء ملتزم لا فكرة إن أنا لو دخلنا في اليوم اللي بعدية هنبقى بورجي كذا فهي لا عاوزة بورجي ده بلاش البورجي ده أو إن اليوم المميز أو إن فكرة إن جوزة زي موتريك حتى أنت يتخوفها يقول لها افرد الطلق جالك وأنا في الشوك هنعمل ايه؟ يبقى أحسن لما نولد في مهاد احنا كلنا عارفينه هي برضو زي مقطة حريك إيه؟ الست لما تشوف نجاريتها وصحبتها وقريبتها وكل ولد قيساري وكلهم مبسوطين وحلوين لا بيش الجحل بتعمل مشاكل يا جماعة كمان على فكرة عايزة أقول لكم بقى حاجة من ناحية الجمالية يعني أنا ولدت قيساري عضلات بطننا كست يعني أنت بقى لو أخذت يعني حالك بتقول في استكسيم ما بتردعش بتقول قيساري بس ما بتردعش عشان خايفة على شكلها وعلى لا على فكرة قيساري ده بيدمر عضلات البطن يعني أنتوا بتفتحوا وبتشؤوا في بطنكوا كده يعني أنت لو بتفكري شوية أنه لأ أنت هتتعابي شوية عشان تولدي طبيعي ولا أنك يشتق خصوصا لو في بيبي طب إحنا جبنا كل واحدة جبت واحد لكن اللي بيجيبوا اتنين وثلاثة قيساري دول دول يعني المنطقة بتنتهي ترجمة نانسي قنقر